الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيدا يأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا من نبي الأنبياء والمرسلين لأن في أنبائهم الاستفادة من طريقة الدعوة وفيها الاستفادة استفادة الصبر وفيها التعزية لما يصيب الداعية من البلاء ومن المحن ومن العقبات والمشاكل قال الله عز وجل في سورة الشعراء واتلو عليهم نبا إبراهيم قال ابن كثير رحمه الله يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس نبا إبراهيم حتى يقتدى به في إخلاصه وتوكله واعتماده وبراءته من الشرك وأهله واتلو عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون وهذه هي الدعوة السلفية التي ندعو الناس إليها ونصدع بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحينا وأن يميتنا عليها ما تعبدون والليل لو سألت هذا السؤال لوجدت الإجابات عليه مختلفة ما تعبدون ماذا يعبد في السودان السودان دا بيعبدوا فوق شنو دان إحنا دي قضيتنا الأساسية في إمتى القضية الأساسية ماذا يعبد هنا في السودان قاعدين يعبدوا شنو تعال أمسك البلد من الشمال تلقى الطريقة الختمية بيعبدوا ست بريم وبيعبدوا محمد عثمان المرغني وبيعبدوا حسن ابجلابية في إمتى يا منادي لي سيد الحسن جبلتاك المؤتمن نادي لي سيد الحسن ناس بنادوا لي سيد الحسن في إمتى ناس تمشي لي قدام بنادوا للشيخ الجعلي قوماكي علي نمشي عليه مربي القوم شيخنا الجعلي الخلفة الأربعة أثن عليه شوف الكذب ده كيف كذب على الله ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الخلفة الأربعة أثن على الجعلي تفيات كتاب ما الرواه وأين وجدتموه في إمتى وهل عندكم بذلك من أثار من علم الخلفة الأربعة أثن عليه صديق وعمر عثمان وعلي بالطريقة القادرية تلقى فوق الشيخ بيقول إنه الله سبحانه وتعالى وأنه إبراهيم وأنه موسى وأنه نجى الأنبياء من كربهم ده الشيخ بتاع القادرية تمش لي قدام تلقى السمانية كتب موجودة كثيرة جداً للسمانية سمانية أحمد الطيب سمانية الكريدة سمانية البرعي سمانية طابت غير من السمانية سمانية تلقى كفر بالله الشيخ يحيي الأموات قال ومن كرامات الشيخ أحمد الطيب البشير أن الشيخ البقاري لما مات جاء الشيخ صنوه قال جاء الشيخ إلى بعد أن دفن قال وقال له يا شيخ أريد أن أهبك من عمري ثلاثين عاماً قال له ده رديك ثلاثين سنة فقال له الشيخ لا لأن بقاعك أصلح داك المدفون قال لزول الأحمد الطيب قال له أنت لو قعدت أصلح للناس لا قال لو أديك لما أديك قال ثم ودعه وذهب موجود قاعدة موجود الشيخ في الكتاب بتاع عبد المحمود نور الدائم قال وأنه لما دخل سنار والخلق معه مر بالمقابر فمر على قبر جديد فقال لهم صاحب القبر من الفون وضحك الزول المدفون ده قال لهم من الفون ليه قال قال فإنه لما سأله الملكان وأجاب عليهما فلما أعدا عليه قال سألوها تلمد ما أوريكم بإبدا اقل الحاحة وال rulersamb 달�ب؟ دعوada مووجود! ما تعبدون! ناص体 يعبدو في الشخ Peanut ناص بيعبدو في المكاشر ناص بيعبدو في السعلي بيعبدو في الامين! ناص بيعبدو في الأمين! ناص بيعبدو في الريكن زول ما معروف بيقول في نوه ولا اب سواه في نوه! فيم mão cyan سانساحر ناس بيعبدوا في الازرقاب ناس بيعبدوا في ودبدر ناس بيعبدوا في ودحسونة ويحلفوا بيهم من دون الله وعندهم أن الأيمان المغلظة لمن سرأ أو أرادوا أن يتحققوا من صدقه أن الأيمان عند هؤلاء المدفونين والموتى والهلكى أصدقوا عندهم من الحلف بكتاب الله ما تعبدون ده ما موجود شرك القرآن دارين يقلبوه إما بالكذب والتحريف على العلماء وإما بمعارضته بالقصص الباطلة التي تعارض القرآن قال لك الشيخ جاء ملك نزل له ملك في حلقة العلم فالشيخ طار معه ورفعه فاق لما سويل عن ذلك قال ملك من أهل السماء الرابع أو كم قال حصلت له هفوة فاستشفع بنا فشفعنا فيه الملك الصوفية طلعوا الملائكة مشركين الصوفية ده في كتاب عبد المحمود نور الدائم اللي اسمه النصر العلمية في أهل الطريقة الصوفية ده شرك موجود ولذلك أخوانا المسؤولية كبيرة على كل من عرف الحق كل من عرف الحق المسؤولية عليه كبيرة وأن يضاعف الناس الجهد وأن يتعلم الناس وأن يتعلم الدعاة وأن يتهدوا وأن يبذلوا المال في إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى وفي إبلاغ توحيد الله سبحانه وتعالى كما فعل إبراهيم الذي يقص الله قصته إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون بينفعا أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بعدين نشوف التوحيد والتوكل والإخلاص العظيم في كلمات نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم ده الكلهم عدى عليه وده نحن كلام بنقوله لك يا لزيري انت عدلين والخنجر عدلين واليغوت عدلين والبرع عدلين والمكاشر عدلين والصايمديم عدلين وكل الصوفية عدلين قد بدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده لوما رفعت راية التوحيد وخليت الشرك والقباب والله ما نخليكم والله لنبذلن ما وفقنا الله في بره في فتحكم وفي دحض باطركم وفي كشف عواركم للمسلمين فوق الأرض وتحت الأرض إلى أن تخرج أرواحنا بإذن الله على هذا الطريق ما بنخليك ما بنخليك إذ قال لقومه أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أنبيا كلام ما جاية كلام ما جاية ما بيقعد يجاره بعدين أنت جاء الفتحاب ده مش هناك للرضواني وعشان نمشي يمسك منه جنيه مصري فيمتا؟ داك عصره في الحلبي جاي نبذنا نحنا أنت ما كانت تجاوب هناك أنت بتاقي تنبذنا ما لك سألناك أمشي جاوب هناك أنت وكت فضحوك وطلعت مع سورة ساكت ما لك جاي تكورك هنا لأننا شغالين توحيد تاني تنبذنا تكفرنا تبشي تفتح بلاغات تسوي أي حاجة الحمد لله الدعوة ماشي دعوة للتوحيد بيال الشرك إنقاذ الناس وأن ندعو الناس إلى عبادة رب واحد هو رب السماء ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله خيره إلينا نازل خيره إلينا نازل وبره إلينا واصل ربنا سبحانه وتعالى ندعوه فيجيبنا ندعوه فيفرج كروبنا ندعوه فيعتينا سؤلنا ربنا سبحانه وتعالى واضغين لا الحلب عند لنا حاجة لا عبد الحي عند لنا حاجة لا 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 محمد سرار عند لنا حاجة لا الرضوان عند لنا حاجة ولا إحياء التراث ولا إحياء الهوث كلهم ما عندهم لنا حاجة نحن كل أمورنا عند الله قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض ربنا بيحتاج غسم ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة ربنا قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون زي ما بتتكلم الرزق دا عندك عشان كده إبراهيم قال كلام ملان قال فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إحنا رزقنا دا ما بيتزل هكذا يتخيل المسلمين دا للرزق بتعملوا عند دجال الفتحاب مش نصهم كان ماتوا مجاعة ساكن ها ولا لو كان عند برعي ولا كباش ولا عن غيره من الخلق والمخلوقين في امتى فهو والذي هو يطعمني ويسقين قال الإمام القرطبي وهو هذه تدل على أنه لا يملك هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى قال وإذا مريضت فهو يشفين قال والذي يميتني ثم يحين يا إنتم مسكين واللجنوب الأجل دا مكتوب عند الله يا دجال ويحصل كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يعز وأن يذل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الله انت بتدعي علم الغيب واللجنوب بيقيت آخر حياتك بيقيت والدعية فإمتى دحق ربنا سبحانه وتعالى علم الغيب دحق ربنا سبحانه وتعالى نحن أمورنا تشت فوضنا علي الله وتحت بقيم مع الخالق دي الخالق دي مشكلتنا معهم قلبك ده خلي فوق الخالق دي التعاملهم بالشريعة ظل ظهر لنا خير تمام معنا ظل بيقى يدعوا للشرك وهي يا أبو التاية وحامدة بعصاية تزيلوا الحصاية وامرات كلاية نحن بنزيد لك امرات كلاك بنزيد لك امرات كلاك وبنكشفك جيت قلت لا ما تجيبوا أسماهم فيمت وخلونا نمشي لعبد الحي ولأنه عبد الحي كل أموال الخليج والدعم بيقى يجي عبر عبد الحي يوسف نحن برضو بنبقى لك امرات كلاك انت ذاتك فيمت لأنه دي الدعوة الدعوة دي ما حق تزل المنهج بتاع الله وفق ما أمر الله على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ثم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين وربنا سبحانه وتعالى ما أجاب دعاء النبي الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه لأن أباه كان على الكفر وعلى الشرع والضلال والعياذ بالله لشان كده دي من القضايا الخطيرة الآن احنا بنحذر منه وده منهج دعوتنا وده يجي يوم يجي اسمع مننا كلام غير ده نجي نتكلم لك في الإيدز ونتكلم لك عن أطفال الأنابيب في إمتى ونتكلم لك عن شنو كده موانع الحمل دا إنت بتكون واهم لو دائرنا يوم دائرنا يومنا غير لك الموضوع واحد يقول لك موضوعكم كل واحد الحلقات كل واحد ما عندكم حاجة غير الموضوع ده ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذين لا يؤمنون بآياتنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسه إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه إحنا ما بيدنا حاجة إحنا الله قال لنا تبدو بالتوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ودتنبوا الطاغوت نحن لقنا هنا المساكين بطوفوا بالقباب والعيان بيمشي للشيخ وبشربوا الموية بتاعت الوضو بتاعت الشيخ وبطوفوا بالقبة وبتمسحوا بيها وبيمشوا للشيخ يضحوا له وينذروا له من دون الله سبحانه وتعالى نحن نحن لا بد أن نبدأ بما بدأ به الأنبياء ولا بد أن نكون ناصحين لأهلنا ولجميع المسلمين ولجميع الناس على وجه الكرة الأرضية أن نبدأ لهم بما بدأ الله وبما بدأ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ننقذهم مما هم فيه من الضلال ومما هم فيه من الشرك في امتى؟ ونبدأ لهم بذلك ونكون بذلك اتبعنا شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول ليه الصوفية وغيرهم وغيرهم اللي هم الآن بيعتبروا أنه كأنه أنحنا بعد ده ما بنقدر نشتغل يا دوب كده نحن أضعنا برده والله يا دوب كده نحن تفرغنا للشغلة دي في امتى؟ الشغلة دي بعد ده ما رجنا لها بره من روح الليلة لو فتحت بلاغ أصبر لها شوية بعد يومين ثلاثة هتفتح ستمية بلاغ ونحن جازينا المحاكم بنمشينا بصوصي في ليلة المحكم وين ولا أجيب ليه أمري أمري بتاع قبضه عسكري وكده بجيك في المحكمة جوه هنا جوه بوريك الحاصل بوريك البرع بتاع الده ما بسوي حاجة الكباش بتاع الده مخلوق زيك الصابونابي بتجيه حماه بيركب له درباتك تجدو لك زي الشوايا ما عنده أي حاجة مع الله في امتى الأمر كله بيد الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نحن دارين من جميع الأخوان الدعاة الناس العرف حق وأي مسلم وداعية إلى الله سبحانه وتعالى تشد المئزر وتكرّب نفسك وتفتح الكتب وتقرأ وتعرف الشبه وتعرف الرد عليها وتشتغل مباركاً أينما كنت أينما كنت من علم يقبل لك يجيب لك شبه في حديث ضعيف تقرأه يجيب لك بأجياء آية فهو فهم غلط تقرأه يكذب لك على عالم من العلماء تقرأه تجيب له الأدلة من الكتاب والسنة وتكون متسلح وتنقذ أهلك بل وقبل ذلك تنقذ نفسك أمام الله سبحانه وتعالى تبلغ الحجة للناس تتعلم العلم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لابد تعرف وتتعلم فألم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الثانية أن تعمل بهذا التوحيد أن تعمل بهذا ولا تكن كهؤلاء المشايخ الذين حق لنا أن نسميهم نمر من ورد في إنت يسقط في المسألة الثانية مسألة العمل به اعمل لك فوق يدعو للتوحيد وكذا ولما يجي المسألة بتاعت تجيو مصيبة تلقاه بيسخر من هذه المواضيع يسخر وياستاذا تعمل بهذه المواضيع إذا نكته تدعو الله في إمتى الجماعة فتركت فيك البلاغات تسأل ربنا سبحانه وتعالى تلجأ إلى الله عز وجل ربنا بيرفعك وتصبر على الأذى في ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى يرفع الله ذكرك ويرفع الله شانك فنحن وصيتنا لأنفسنا أولا ثم لجميع الناس وجميع الإخوان أن تمسكوا بهذا المنهج القويم منهج السلف الصالحين حتى تلقوا الله تبارك وتعالى نلتغي إن شاء الله في الإسبوع القادم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا